بودلاء الأهلي محتاجين واقفة؟ بعضهم من غير أسامي في الناس من النهاردة في ناس ما استغلتش الفرصة ماشي أنا معك ما فيش مبارات كتير ما فيش انسجاب ربما هو بيحسش برضو بالاهتمام في التدريب لأنه هو شايف نفسه لعب مش أساسي ماشي خلاص جات لك الفرصة النهاردة دايما بقول لك لعيب الكورة في حاجة بيملوكها في إيده حتى ما هو بلعبش كنتوا بتعملوا حاجة كابتن في فترات وانت كنت في الجهاز الفني تاني يوم الماتش بتبقى محدد ماتش ودي كنتوا بتعملوا كتير قوي بتلعبوا اللعيبة اللي ما بتلعبش بتلعبوا اللعيبة البودلة ده كانوا بتعملوه ده حل حلو يعني ما هو ده حل والناس كلها عرفاء ده كان هات الوقت انت ما عندكش وقت هيدي مشكلة ما عندكش وقت تعمل بتكلم عليه انت ده هو الحاجة صحية جدا لكن زي أنا بقولك فيه النهاردة ناس استثمرت الفرصة وفيه ناس لأ زي شريف النهاردة استثمر الفرصة لو اعتمدت عليك يا رجل اساسي في النادر لا انا موجود ما فيش اي مشكلة خارج الشيخ النهاردة ما فيش خمس دقيقة هدف الجزار واضح النهاردة برضو ان نوع كويس نهاردة بيحاول استغلل الفرصة في بعض اللعيبة تفضل مين كان نفسك بقى استثمر الفرصة ما مش عايز بقى قوله سامة تفهمت لكن غالبية انا كنت تبت اتمنى الشكل احمد حمد من اخت رائبان يعني زعلان زعلان عليه وزعلان منه اساسي لان لعيب يعني لعيب اولا ابك رهيل ومن سنة او اتنين كنا بنقول لازم موجود على رجل قوي وفي الامارات في المعسكر احسن لعب في مبارات الاهلي والصفاقسي ولعب بيقاد بشكل كبير في حالة انكسار عند هذا اللعب انا بقولها كده على الملأ يعني في حالة انكسار عند اللعب ده تحس انه مش هو هو منكسر هو مش واخد ثقة في نفسه هو تراجع مش دحمة حمد خالص يعني ما كابتن في ناس بتقولوا انتو بتعودوا تقولوا عليه كلام كتير اما بنشوفه ما بيدناش المرضود ده لكن هو لعيب كبير اوي وانا شوفته كتير اوي ساعت كنت بسلم عليه في التامنين كده حسو طالع هو مش مبسوق ما انت بتقولش كلام ده ولا انا بقول منفراغ لانك شايف وانا طبعا نعرفه من زمان لكن هو حتى بص حتى لو حاسنه مش واخد فرصته او لازم ياخد فرص اكتر من كده ما ينفعش حتى للانكسار ده انت لعيب صغير ابدأ اشتغل تمرين كل يوم اشتغل حد ما تيجي اللحظة اللي بتاعت النهاردة ما دي فرصة اهاب وبدأ الماتش حلو بس لكن بعد كده اخطاء كتير جدا وده ده العالم وعزنا ربما انا عايز استغل الفرصة غلط يعني عايز اعمل كل حاجة اه بس كده انا امكاناتي عالية جدا وانا ما عنديش حاسة الملعب قلي فترة فعايز اعمل كل حاجة فسألة لا ده بتبقى صعب قوي لا او عايز اعمل كل حاجة فجي صعب في كورت القادم لكن هو صغير لسه متعلم لسه لكن هو طبعا ملعب مبشر جدا 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 اكيد يعني